قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إن دور الأمانة فني ومحايد تماما مبينا أن الأمانة ستتولى تنظيم إجراء جلسات الحوار واستفاء وتجهيز الموضوعات بالشكل الذي يمكن مجلس الأمناء بإدارة الحوار بالشكل اللائق الحقيقة أن الأمانة الفنية دورها فني تماما ومحايد تماما نحن نتولى تنظيم إجراءات جلسات الحوار ومتابعة فعالياته وتجميع وتصنيف وتبويب واستفاء الموضوعات وتجهيزها للعرض على مجلس الأمناء بالشكل الذي يمكن مجلس الأمناء بإدارة الحوار بالشكل اللائق للشعب المصري الحقيقة تم تقسيم الأمانة الفنية من النحية الداخلية إلى أربع مجموعات رئيسية المجموعة الأساسية كانت فريق المحتوى ثم فريق العلاقات العامة والاتصال ثم فريق متخصص في الإعلام ثم فريق متخصص في اللوجستيات